كيف أختار؟ هذا سؤال المهم هل هناك حدثة في الإنجيل معينة تقول الواحد كيف أختار؟ إصحاق ورفقه هذا معيار جيداً على فكرة نرى النقطة الأساسية في إصحاق ورفقه إبراهيم أريد أن يتجوز إصحاق ابنه جاب ما يسمى المتولي على بيته أحد اسمه أليعظر الدمشقي قال له أنا أريد أن أتجوز ابني قال له بسيطة قوي البنات حوالينا كتير وممكن تتجوز أي واحدة من البنات الحوال أبداً ما تجوزنيش ابني واحدة من البنات اللي إيه؟ اللي حوالي طيب ماشي؟ فيه أوبشن تاني ابنك يرجع عند المكان ما كنت أنت عايش ويتجوز من هناك قال له أبداً ابني ما يرجعش هناك طب إيه أوبشن التالت بقى؟ قال له هي هي اللي تيجي لإصحاق ما هي صعبة برضو يعني أنا هروح أتجوز واحدة أقول لها تسافر أمريكا بعد ما تتجوز مثلاً بتبقى صعبة إنها تهاجر قال له لا هو ده الشرط حط إيدك تحت فخذي إنك إيه هي اللي تيجي تقعد إيه معانا ماشي الراجل سمع الكلمتين دول وإيه؟ وراح بلاد ما بين النهرين كان ابراهيم من بلد اسمها إيه؟ قور الكلدانيين كلمة قور يعني نور قور الكلدانيين راح بقى عند إيه؟ قريب عشر جمال رايحين ومعهم عشر رجال على رأسهم مين؟ قال لي عذر الدماشق ده ماشي وصلوا فقال لي عذر كده وقف قال إيه؟ قال اللي حقول لها اسقيني فترد علي وتقول اسقيك وسق الجمال بتاعتك هي دي اللي ربنا اختارها المين؟ لإسحاء ابن إبراهيم سيدي هل تفهم حاجة؟ يعني ايه؟ ايه الفرق بين تسقيني وتسقيني وتسق الجمال؟ لو تصورنا أن الست البنت يعني رايحة تملى جرة ماشي؟ جرة مي هو معاكم راجل هم تسعة يعني تسعة وهو يبقوا عشرة ماشي عشرة هياخدوا مية قد إيه؟ جرة؟ نص جرة؟ جرتين؟ هياخدوا مية قد إيه؟ ها؟ مش سامعة؟ كتير؟ قد إيه كتير دي؟ خمس جرات؟ متصورك جرة قد إيه؟ عشرين كيلو يعني ما؟ ما زي صفيحة عشرين كيلو مية، عشرين لترا مية جرتين؟ انت تقدر تشرب يعني عشرة على عشرين انت متخيلة عشرين الجلون عشرين مثلا، الصفيحة عشرين، لو على عشرة بكل واحد يشرب اثنين لترا مية؟ انتي بتقول اثنين يعني هيشرب اربعة لترا مية لا خلينا وقعيين، اثنين عشرة يشربوا قد إيه؟ كم جرة؟ ها؟ جرة واحدة، وأقل من جرة كمان، هلازم نبقى وقعيين ونحسبها صحة زي ما بيقولوا، طيب، لو تصورنا انها هتسئل عشر جمال، الجمل ياخد كم جرة؟ ها؟ انجيل ما قالش حاجة مندي على فكرة اولاد ده أنا اللي بقول، ها؟ الجمل ياخد جرة واحدة في المشوار الطويل ده في الحر؟ بيخزن بالزبط، الجمل على الاقل هيشرب اثنين او اكتر، اتفضل؟ طيب ماشي، اكمل كلامي وتعرف العالمة كانت ايه؟ هنتخيل ان الجرة هتروح لحد البير، وتنزل الجردل بتاع البير، وتنزل تملى الجرة، تاخد وقت قد ايه رايح جاي عشان تملى جرة؟ وتاخد وقت قد ايه عشان تملى عشرين جرة، تاخدين بالكم الفرقة؟ كان ممكن تسئل عشر رجالة، ويبقى كانت ترخرها، وتمشي وتسيبهم، لكن هي قالت ايه؟ ها؟ هسقيك، واسقي الجمال، لو تخيلنا ان كل جرة بتاخد ربع ساعة او تلت ساعة عشان تتملي، وتشيلها على كتفها، وترجع تحطها، فحاجة اسمها مسأة بتاعة الجمال، رايح جاي ربع ساعة او تلت ساعة في عشرين مرة، يبقى عملت شغله او ما عملتش شغله؟ عملت خدمة ولا ما عملتش خدمة؟ عندها استعداد بيسموه في العهد الجديد الميل التاني، ما انسخرة كميلا فامشي معا ايه؟ ها؟ ملين؟ الميل التاني ده تابع مين؟ ده تابع ربنا، انا بعمله وبخدم به لربنا، الجرة الاولانية ساعة العشرة، وعشرين جرة زيادة عشان تسأل عشر ايه؟ تسأل عشر جمال، اذا العلامة اللي كانت من ربنا ايه؟ انها عندها استعداد خدمة الى ابعد الحدود، عندها استعداد خدمة الى ابعد الحدود، النهاردة لو قلت الوحدة انها هتتجوز وتقعد مع حماتها او حماها عيان تخدمه، ليه مش هترده؟ ما عندهاش استعداد تخدم اكتر من اللي مطلوب منها بالزبط وبالعافية كمان، استعداد خدمة، اذا المعيار اللي هحطه هو اساس، المعيار اللي هحطه هو اللي هابني عليه حياتي، الانسان اللي هتيجي بيتي دي هرتبط بيها، ايه المعيار اللي انا حطه؟ جمال؟ الفلوس؟ الخدمة؟ الحياة مع ربنا؟ ايه المعيار اللي انا حطه؟ كل واحد فينا له معيار معين في دماغه، في معيار بيبقى تبقى للشكل الخارجي، وفي معيار تبقى للقلب من جوه، هو ده الارتباط.